موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أيها المؤمنون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في رحاب حياة إمامنا الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ومن النقاط المهمة في حياته كيف كانت حياته مع السلطة العباسية وما هي الأشياء التي عانى منها الإمام صلوات الله وسلامه عليه تعلمون أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أرغم على قبوله لولاية العهد للمؤمن العباسي يعني كما يقول أنه هذه المسألة برغبته بل أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم لا يعتنون بالمظاهر ولا تهمهم زخارف الدنيا ومناصبها أبدا إلا أن المأمون العباسي أرغمه على ذلك وقد يعترض معترض على هذه المسألة طبعا هذه الاعتراض موجود ووارد الكثير من مؤرخي العامة ينقلون أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مرغما على قبوله لولاية العهد بل أن بعض الشيعاء أيضا كذلك كأنهم اقتنعوا بهذه المسألة وما هي المعطيات التي اقتنعوا هؤلاء بها منها من يقول أن المأمون العباسي تصرفه مع الإمام وإتاحته الفرصة للإمام صلوات الله وسلامه عليه وعرضه للخلافة برمتها على الإمام تعلمون أن المأمون العباسي كانت خطته محكمة تماما خطة محكمة كيف أنه كان يريد من هذه المسألة أنه يعرض الخلافة على الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإن قبل بها عاجل عليه وقتله على هذه القضية بعد تتحقق وإذا وافق يعني هو طامع بالسلطة لذلك يجب أن نتخلص منه بسرعة وإن لم يوافق عليها جعله تحت المراقبة جعله تحت عيونه وعيون بن العباس لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين كذب المأمون في أول يوم كيف عندما عرض عليه الخلافة قال يا أبا الحسن يا ابن رسول الله إني أرى أن أخلع نفسي من هذه الخلافة وأقلدك إياها الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان رده ردا قاطعا ولا عجب ولا غراب من ردهم وهم المعصومون قال إن كانت الخلافة لك كيف تخلعها عن نفسك أنت إذا هي إليك ما يحق لك القضية الإمام هل يحق للإمام أن يعطيها لا يحق له خلافة منصب أنت الآن تدعي أنك تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كنت بحق خليفة كيف تعطيها فإن كانت الخلافة لك لا يحق لك أن تخلعها أو تخلع نفسك عنها وإن كانت ليس لك فكيف تعطي ما ليس لك إذا القضية مو إليك شلون أنت تجي تنطيها للناس أو تنطيها لواحد غيرك فهذه القضية لا تكون وبقي يراوغ المأمون مع الإمام إلى أن توقف لم يرى بدا إلا أن يسلك طريقا آخر وهو طريق ولاية العهد قال إذن لابد أن تكون وليا للعهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه رفض رفض هذا إلا أن المأمون العباسي ثارت عنده طريقة العباسيين وهي الإرهاب والتهديد لكن بطريقة غير مباشرة بعض الناس لا يفهمها يفهم هذه القضية كيف؟ ذكر قال لأن عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة خاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له عمر بن الخطاب جعل الخلافة أو الشورى في ستة منهم جدكم أمير المؤمنين وهدد من يتخلف أو يعارض وجعل لمن يخرج عن هذه الشورى أن تضرب عنقه يعني شيء يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لأنت أمامك خيارين خيار أن تقبل بولاية العهد كما قبل جدك أمير المؤمنين وبقي وترك حقه الإمام ما ترك حقه تعلمون أن هناك ثمة فرق كبير بين الإمام الإلهي التي لا تكون إلا للإم صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين وبين حاكمية الدنيا سلطة خلاص السلطة إذا أخذت من أهل البيت هذا ما يعني أن الإمام أخذت منهم على كل حال فلما رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه من المأمون إصراره على هذين الطريقين جعل بقاءه حفظا للدين ورعاية لشؤون المؤمنين بقبول ولاية العهد وأخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه على عاتقه أن ينير الطريق للأمة عن طريق هذه الولاية يعني أن المأمون العباسي أراد أن يكون الإمام تحت المراقبة الإمام جعل من بلاط المأمون مكانا لتبليغ الإمام سلام الله عليه وأخذ الشعراء يأتون إلى الإمام ويمدحون أهل البيت وأخذ الإمام يعطي الدروس بتعبيرنا الإمام جعل له مكانا ليعطي دروسه فيه لذلك فترة ولاية العهد كانت قصيرة لأن المأمون العباسي أهداف لم تتحقق منها لم يتحقق منها أي شيء أبدا أولا أراد مشروعية ما حصل على المشروعية كيف؟ يوم بويع الإمام سلام الله عليه لولاية العهد المأمون قال للناس عليكم أن تجددوا البيعة لي ولأبي الحسن يعني هم تبايعون الخليفة وهم تبايعون ولي العهد وأخذ الناس يجون يبايعون الخليفة ويجون على الإمام سلام الله عليه يبايعوه حتى بقي نفر منهم بس واحد كانت طريقة البيعة أن تجعل اليد على اليد لكن هذا آخر واحد يجي للإمام سلام الله عليه شنو سوى بايع الإمام بهذه الطريقة جعل إبهامه على إبهام الإمام فلما رأى الإمام سلام الله عليه هذه الطريقة قال هذه البيعة الصحيحة بس هذا الأخير اللي وضع إبهامه على إبهام الإمام الإمام قال بس هاي البيعة صحيحة والبقية كلها خطأ الناس بقى تتساءل هذا شنو من خليفة اللي ما يعرف طريقة البيعة الصحيحة ما يعرفها عود يجي والي العهد يصحح واش وكتي صحح؟ بقى واحد نفر واحد صحح الإمام البيعة رفع المشروعية يعني اللي كان يظن أن الإمام وافق بولاية العهد بقناعته أن المأمون هو الخليفة فلما رأى هذا الفعل من الإمام الإمام أراضي يبين قال يا بترى هذا خليفتكم البيعة ما يعرف شلوني الناس يتبايعا لذلك خسر قضية المشروعية خسرها أن يجعله تحت مراقبته وجعل عيون بني العباس عليه أيضاً الإمام سلام الله عليه جمع حوله الموالين من كل حدب وصوب وأنار الطريق وصار السلطان أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا بعيد المدى السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها الإمام الهمام المدفون بأرض طوس رزقنا الله زيارتك في الدنيا وشفاعتك وشفاعة آبائك وجدك النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام في الآخرة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر